اشتركوا في القناة كما تلاحظون قطب 7 مربوط مع قطب 6 وقطب 2 أعطينا له نبضات على شكل مستوى الأدنى إذن N555 هي قلاب مستقر ووظيفته تأجيل إذا وجدت 6 مربوط مع قطب 2 في هذه الحالة تلعب دور ولدت الإشارة كيف تشحن المكثيفة؟ تشحن مكثيفة عبر مصدر جود يمر تياه بهذا الشكل ثم يذهب إلى R1 ثم يذهب إلى مقاومة B ثم يبدأ في شحن المكثيفة إذن ثابت شحن المكثيفة ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة مكافئة في سعة المكثيفة مكافئة ويساوي R1 ZB لأنه موصلين على تسلسل في C1 لماذا لم أدخل مقاومة R2؟ لأن مقاومة A2 ليست لها علاقة بالشحن لأنها مربوطة مع قطب 2 وليست مربوطة مع قطب الموجب للمكثيفة إذن متى ينتهي الزمن تأجيل؟ ينتهي الزمن تأجيل عندما يصل جهد المكثيفة إلى 2 على 3 في هذه اللحظة نقول أن زمن تأجيل انتهى وقبل حساب المقاومة المتغيرة بـ يجب علينا كتابة عبارة زمن تأجيل T و T في هذه الحالة يساوي T H وهو زمن الشحن المكثيفة إلى غاية وصول إلى جهد 2 على 3 إذن T H ماذا تساوي؟ T H يساوي طوء H هو ثابت الشحن في لن 3 لن 3 لأنها مؤجلة لو كانت مولدة إشارة ساعة تصبح لن 3 إذن تشحن المكثيفة عبر المقاومة R1 و B فقط موصلتين على تسلسل إذن زمن تأجيل ماذا يساوي؟ يساوي R1 زي B وهي مقاومة المكافئة مقاومة الموصلة على تسلسل في C1 في لن 3 هذه هي عبارة التأجيل با استخرج عبارة المجهول وهو المطلب وهو المقاومة المتغيرة بي إذن R1 زي B يساوي T على C1 لن 3 ما الذي فعلته؟ نقلت C1 لن 3 إلى طرف ثاني تصبح T على C1 لن 3 إذن بماذا يساوي؟ بيساوي T على C1 لن 3 عندما ننقل R1 إلى طرف ثاني تصبح ناقص R1 هنا أوجدت العبارة المجهول وأخر شيء وهو تطبيق عددي إذن جيم تطبيق عددي بيساوي 3 على 100 في 10 قوة ناقص 6 لأن المكافئة أعطها لنا بـ 100 ميكرو فارد أحول ميكرو فارد إلى فارد في 10 قوة ناقص 6 في لن 3 ناقص 10 قوة 3 لأن المقاومة 1 كيلو أوم وأحولها إلى وحدة دولية وهي أوم وتساوي 10 قوة 3 إذن بيساوي 26.27 كيلو أوم